السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله شروط جديدة اخرى للمسافرين من اجل الدخول الى الجزائر مثل البلدان الاخرى لم تقل في وسائل فرض شروط جديدة للوصول الى اراضها في ضوء الوضع الوبائي المقلق الذي يعيشه العالم بعد ظهور متغير تصرح صحي الزامي قررت السلطات الجزائريات اعتبارا من 22 ديجنبور فرض بطاقة التطعيم كشرط اجباري للوصول الى مختلف الاماكن العامة في ضوء زيادة انتشار فيروس كوفيد 19 للقيام بذلك اتاحت السلطات الجزائريات للمواطنين الجزائريين والاجانب الذين تم تطعيمهم والذين تبلغ اعمارهم 18 عاما منصة مخصصة لتنزيل بطاقة اللقاح وذلك بعد فترة متغيرة حسب نوع اللقاح على هواتفهم المحمولة عبر منصة التطعيم لتقديمه اذا لزم الامر كما يمكنهم تقديمها في نسخة ورقيات بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة الجزائرية وللتذكير كانت الجزائر قد فرضت في الاول من دي جنبر مجموعة جديدة من الاجراءات المتخذة في اطار تجنب سيناريو دراماتيكي جديد مثل السيناريو الذي جاءت اليه البلاد قبل بضعة اشهر في الواقع اصبح الان الزام يصر مال المسافرين الاجانب الذين يدخلون الجزائر الذين تزيد اعمارهم عن 18 عاما تقديم دليل على التطعيم الكامل ضد الفيروس